بالحقيقة أحبائي لقد خلق الله الإنسان حر وميزه عن سائر المخلوقات الله زودنا بالضمير والتمييز بين الخير والشر مخلوق عاقل مخلوق على صورة الله ومع هذا أيضا الله ابتدأ بتزويد الإنسان بالوصية فاتكلم مع آدم وقال له من كل شجر الجنة تأكل أما هذه الشجرة فلا تأكل منها يوم تأكل منها موتا تموت معرفة الخير والشر فطبعا آدم عصى الوصية الإلهية وانخدع من الشيطان الحرية يعني بالنسبة لكتير ناس بيعتبروها عدم التقيد تسمع العبارة أنا حر حر بدي أعمل شو بدي لكن أحبائي الحرية الكتابية هي مرتبطة بالمسؤولية وإلا يعني أنت ما فيك تكون حر الإرادة يعني إذا ما عندكش مسؤولية معناته أنت إنسان منفلت أو لأن الحرية لها ضوابط يعني ما فيك تقول أنا حر يعني في كتير أشياء اللي أنت مش حر فيها لكن الحرية الكل بنادة في الحرية إحنا اليهود كانوا بيتكلموا عن حرية إحنا يعني من ناس الدؤود إحنا أولاد إبراهيم حرية سياسية ولكن المسيح فاجأهم أن العبودية أو الحرية هي التحرر من قيود الخطية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة